اشتركوا في القناة افلان سياسي افلان نقابي افلان برلماني كل هذه الألقاب السياسية كل هذه التوصفات السياسية لا يوجد لدينا ضبط للمصطلح كيف نطلق هذا اللقاب كيف نمنح شخصا ما لقبا ما والله إنه علامه والله إنه فهيم والله إنه مقطوع وصفه طب ليش نعطيه الأوصاف هل لدينا طبقة سياسية في الأردن هل لدينا ما يسمى وفقا للفقر السياسي طبقة حكم طبقة معارضة طبقة مجتمع مدني للأسف لا خلينا أكون صريح وواضح نيجي ونقول طبقة الحكم نيجي ونطلع على سياسي السلطة سياسي السلطة منذ سنوات ونحن نشهد يعني نظرية إعادة التوالد وإعادة الاستنساء أو إعادة التدوير كل هذه النظريات اليوم ودتنا بالحيط وقفتنا قدام الحيط كيف اللي عمل الأزمة بده يحلها هذا سؤال كبير كيف لشخص أنتج أزمة في الأردن كيف لطبقة أنتجت أزمة هي الآن هذه الطبقة المكلفة بحلها الأزمة كانت الأزمة الاقتصادية كانت الأزمة السياسية كانت الأزمة الاجتماعية اللي أنا بشوفها اليوم أكثر الأزمات خطورة وأكثر الأزمات يعني ضرب في تقاليد الدولة وبنية الدولة هذه الطبقة السياسية أو ما يسمى بطبقة سياسية السلطة هذا غريب عجيب يستطيع أن ينتقل من حاله إلى حاله وأن يتكيف من مرحلة إلى مرحلة وفق لمقتضى البنصر يعني قد يكون اليوم رئيس وزارة وبكرة معارض قد يكون معارض واليوم وزير الطريف في الأمر أنه لما بيكون وزير بيحكي بلغة السلطة ولما يكون معارض بيحكي بلغة المعارضة وما بيخجل ولا بنده أنه مبارح للسبقات بالسلطة مبارح بقيت هذا السلوك اللي الناس كمان للأسف سجفت له كثير يعني بيكون وزير أو شخصية مسؤولة بالبلد ساهمت في خراب البلد ضيعت نمسية بقعد بالمعارضة بنزل على ساحة الحسيني بنشيره خطب تيت بنصير نسقف له صار معارضة وكأنه سكوك الغفران مجانية تمنح يعني دون مراعاة لا للطبقة ولا للانتماء الطبقي ولا للحياز الطبقي ولا للحياز السياسي خلينا نتذكر أسماء أدناها دون أي مبرر وأسماء كرمناها أيضا دون أي مبرر اليوم سهل جدا وزير يقعد في مركز صنح القرار سنوات وكون مسؤول عن كل هذا الخراب وبعدين نمنحه سكي البراءة لمجرد إنه والله قال يعني الحكومة هاي ساقطة شعبيا تغولوا على جيوب الناس وانت ما كنتش تتغول على جيوب الناس يعني قبل سهل نمنح الألقاء سهل الانحياس دايما رجالات السلطة قادرين على التكيف قادرين على إنتاجه ظاهر الأخطر أن هؤلاء يستطيعوا أن يخوا فساده أو انحياسه بالطبق السابق من خلال انتقالهم إلى ما يسمى بقسين بخندق المعارض هاي طبق بيجي إلى هذه الطبقة الجديدة اللي لم تنجح حتى اللحمة في أن تضع لها قدم في السوق السياسي الي طبقت الأحزاب سواء احزاب الموالاة أو احزاب المعارضة وانا يعني آسف على استخدام مصطلح الموالاة مصطلح التأييد ومصطلح المعارضة لأننا لأيغ realized أن الكل موالي للدولة والكل موالي للوطن ما في حدا مش موالي في مؤيت وفي معارضة أحزاب التأييد دايخلي يعجل احزاب المعارضة لا السلوك السياسي سلوك سياسي اللاء العدمية وكأن كل من يأتي من السلطة أو من طبقة الحكومة مرفوضة الانحياز إلى مواقف ثابتة ربما لأنظمة أكثر تخلفا ورجعية من النظام السياسي أنتوا كلكم شايفين يعني اللاء مستمرة والتأييد الآخر مستمر دون قراءة الأخطاء هذه الطبقة جزء منها كمان ثقافي تكرس في ذهننا تكرس في نظرنا دائما في المسلسل أو في الفيلم اللي مسؤولي عنه السلطة طبعا كان يجي شخصية المعارض شخصية مهلولية مجنون حامل بايبا زي المثقف ترى شوها المثقف شوها المعارض أو معارض انتهازي فيه معارض انتهازي طب ما فيه في طبقة الحقوم انتهازيين كثر ليه؟ هذا وتشوها أيضا ساهمت هاي الأحزاب في عدم تقديم رؤاة برامجية لأنه احنا ما تعودنا نقدم أحزاب برامجية حتى اللحظة احنا بنقدم أحزاب إما شمولية أو أحزاب سلطة وكل التجربتين ثبت فشله لأنه حتى اللحظة ما قدرنا ننحاز شوي إلى الحزب البرامجي وهذا اللي بعطي الحياة السياسية طبعا بعطي الحياة السياسية برغبه سواء من السلطة الحاكمة أو من أحزاب المعارضة لأن هذه لا تفتكر إلى البرامج وهذه السلطة لا ترغب بالبرامج ففيه لقاء أو تحالف غير معلن القوة الثالثة اللي بنحكي عنها في طبقة الحكم لقوة المجتمع المدني لما بنحكي عن النقابات المهنية لما بنحكي عن مؤسسات المجتمع المدني للأسر قوة المجتمع المدني في الأردن كانت ظل لإحدى وجهي طبقتي الحكم يعني يا في مجتمع مدني معارض برضو وصار ينضخ معارضة بأخذ مصري من برة وبيأخذ تنميل أجنبي وبيأخذ تنميل داخلي وبنضخ من برة بروح بعض السلطة أول ما دمز للسلطة بركض يعني شفنا مجلس ومنع حقوق الإنسان الله يحميهم بطلعوا بالظاهر طب أنت بتطلع بالظاهر أنا وين أروح؟ شاء الله سؤال؟ أنت بتطلع بالظاهر؟ أنا وين؟ أنا بالظاهر شاء نوصل لك رسالة أنت بتظاهر ليش؟ من تجزوه من الطبقة هذه القوة للأسف لم تنجح حتى اللحظة في تأسيس يعني وزن نوعي أو قوة ضغط وشفنا لما حركت عصاتها رمضان الماضي مش هذا 2018 الجماهير ترى ساندتها ولكنهم في رمضان 2019 محرك ويشي هذه قوة المجتمع المدني لم تنجح حتى اللحظة في تشكيل الانطباع الإيجابي بأنها قوة ضغط زي ما نقول جماعة الشغل اللي بتونس زي ليخفى ونسب أولندا واتحاد نقابات العمال نحن عن اتحاد نقابات العمال الله يحميه ملو الشغل هي النقابات المهنية واللي جزء منها أو جزء من قياداتها صف الأول إما منتمي إلى أحزاب المعارضة وإما منتمي إلى فكرة المجتمع المدني من أجل حمله إلى أن يكون جزءا من السلطة أو طرفا في السلطة ليس واجب عشان تكون مجتمع مدني أنت لا تطمح للسلطة ولا الوصول إليها اللي بده يشتغل سلطة اللي بده يكون بالسلطة يا بده يروح على الأحزاب يا بده يتحالف مع السلطة بأدوات بادة معروفة هاي طبقة الحكم اللي بنا نحاول نحكي عنها ونحللها في حلقة قادمة وقادمة وقادمة حبيت أعطيه مؤشرات سريعة وصولا إلى مرحلة ما يسمى بتأسيس يعني خطاب سياسي أو تأسيس ما يسمى بتعريف سياسي عشان لما نحكي عن مجتمع مدني نقول إنه تكون مجتمع مدني أنت لا تسعى إلى الوصول للسلطة بدك تسعى للوصول للسلطة بدك تروح على الأحزاب سواء المؤيدة أو المعارضة أو بتروح لعلاقات طبقة السلطة السياسية اللي هي زي ما حكى الله بطول بعمره وبعرفش إذا أو الله يرحم مجدمات طاهر حكمات لما قال من أردن في علاقتين علاقة المطبق وعلاقة التخد مين بناسك؟ أختك ميخذ مين؟ ميخذ أخت مين؟ بتصير؟ بتطبخ لمن؟ بتنفخ لمن؟ بتصير ألطة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر